بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدس 206 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان وتوعد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بالعذاب الأليم في النيران وصلى الله وسلم على نبينا محمد حذر من التساهل باليمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها الإخوة المستمعون نتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن الأيمان وأحكامها فنقول الأيمان جمع يمين واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص سمي بذلك أخذا من اليد اليمنى لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب بها على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته كان يقول والله أو وجه الله أو عظمته وكبريائه وجلاله وعزته أو عهده أو أمانته أو إرادته أو يحلف بالقرآن أو بالمصحف والحلف بغير الله تعالى محرم وهو شرك لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة فواهو أبو داود ودلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك كان يقول والنبي وحياتك والأمانة والكعبة وما أشبه ذلك قال ابن عبدالبر وهذا أمر مجمع عليه وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله يحرم الحلف بغير الله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قال الشيخ موجها كلام ابن مسعود هذا لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك انتهى ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية فدلت هذه الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي لعدم إمكان البر والحنس في الماضي لكن إذا حلف على أمر ماضي كاذبا متعمدة فهي اليمين الغموس لأنها تغمس في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها كما لو قال لا والله وبلا والله وهو لا يقصد اليمين وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد فهي لغو لا كفارة فيه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله فواه أبو داود وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه قال شيخ الإسلام من تيمية وكذا لو عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل انتهى الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ودل على أن المكره على الحلف معفو عنه الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحنف فيها بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكراً ليمينه فإذا حانث ناسياً ليمينه أو مكرهاً فلا كفارة عليه لأنه لا إثم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم حفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وإن استثنى في يمينه كما لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث في يمينه إذا نقضها بشرط أن يقصد الاستثناء وأن يكون الاستثناء متصلاً باليمين لفظاً أو حكماً بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فواه أحمد وغيره فإن لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللظر أو لم يقل إن شاء الله إلا بعد مضي وقت على انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر لم ينفعه هذا الاستثناء وقيل ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله نفعه قال شيخ الإسلام وهذا هو الصواب ونقض اليمين تارة يكون واجباً وتارة يكون محرماً وتارة يكون مباحاً فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كما لو حلف لا يصلي أو لا يصل رحمه أو حلف على فعل محرم كما لو حلف لا يشربن خمراً فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه ويكفر عنها وقد يحرم نقض اليمين كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب فإنه يجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له نقضها ويباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح أو على تركه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ومن حرم على نفسه شيئاً مباحاً سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس كما لو قال ما أحل الله علي حرام أو قال هذا الطعام حرام علي فإنه لا يحرم عليه فله تناوله ويكون عليه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي التكثير عن تحريم الحلال أما لو حرم زوجته فإن ذلك يعتبر ظهاراً تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين أيها الإخوة المستمعون ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعله وهذا من الألفاظ البغيظة وهو محرم شديد التحريم لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال وفي رواية الإمام أحمد من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً لم يعد للإسلام سالمة نسأل الله العافية من مقالة السوء نسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا إنه قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين